رغم ضمان الترجل تاهل إلى دور مجموعات كأسرابطة الأبطال الإفريقية بعد الانتصار ذهاباً على فريق الديوانة البركيني واحد سفر والتعادل إياباً أمس سبت على أرضية الأمبيراد السفر سفر إلا أن جماهير الفريق الترجية عبرت عن غضبها الشديد من الأداء الهزيل الذي كان عليه الفريق وأداء اعتبرته الجماهير أن المدرب معين الشعباني يتحمل مسؤوليته بنسبة كبيرة فيما جدد عدد كبير مطلب الإيقالة والبحث عن البديل القادر على توظيف الرصيد البشري الكبير الذي يمتلكه الفريق والذي لا يتماشى وما يقدمه منذ انطلاقة الموسم من جانب آخر أكدت مصادرنا أن الإدارة الرياضية لفريق الترجل الذي ينشط في الدور التونسي لكرة القدم تعتقد أنها ارتكبت خطأ خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع لعبين في نفس المركز وبالذات فيما يتعلق بانتداب لعب وسط منتخب النيجر يوسف أومارو الذي جاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد المنستيري وقالت المصادر أن الإدارة الرياضية بقيادة طريق ثابت ترى نفسها تسرعت في إبرام صفقة التعاقد مع مارولي تعزيز وسط الميدان الدفاعي خاصة أن وسط الميدان الدفاعي ضم عدة لعبين آخرين أفضل من حيث الجودة مثل حسام تقا ومحمد وائل الدربالي وغيلان الشعلالي بالإضافة إلى اللعبين الشباب أمثال غيث الوهابي وزكريا العيب وتفيد المصادر المقربة من الفريق العاصم بأن الإدارة انتبهت لاحقا إلى أن هناك مراكز بحاجة لتدعيم بينما مراكز أخرى تعاني من تداخل بين اللعبين وأن فكرة التعاقد مع أومارو لم تكن جيدة في البداية خاصة بعد المستوى في البطولة العربية وفي مستهل المشوار الفريق في البطولة ولفتت المصادر إلى أن التسرع في إبرام صفقة أومارو كلف الترجي الكثير من الوقت من أجل تاهيل المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغاز وذلك بسبب كثرة الأجانب في الفريق خاصة أن المهاجم الجزائري رياض بن عياد والجنح الأردني أبو زريق شرارة رفض فسخ العقد مع الترجي تيلة الأسبوع الماضية الجدير بالذكر أن الترجي يحتل وصفة المجموعة الثانية من البطولة برصيد عشر نقاط وبفارق الأهداف خلف الاتحاد المنستيري اللي أحرز عشر أهداف بينما سجل هجوم الترجي ست أهداف فقط نذكر أن الترجي سوف يواجه الاتحاد المنستيري في ملعب حماد العقربي برادس نهار السبت جي سبعة أكتوبر الفين وثلاث وعشرين مع الخمسة ونص متع العشي ختاما هل أنت مع أو ضد؟ بقى معين الشعباني داخل الترجي ترجمة نانسي قنقر